قصة الأطفال والكنز هي قصة مفيدة للأطفال مقدمة لكم من قناة الرشدية بالمعروف بأنه يحتوي علي أجمل قصص أطفال وتحكي هذه القصة عن بعض الأصدقاء الصغار يجدون خريطة كنز فماذا يترى سيفعلون وما هي التفاصيل هذا ما سفن عفها فيلقص كان هناك مرة في بلدة صغيرة بعيدة طفل يدع علي وكان صغيرا جدا وكان يحب الخروج مع أصدقائه بحثا عن المغامرة كان علي وأصدقائه لديهم الكثير من الألعاب المفضلة ولكن لعبة البحث عن الكنز كانت أكثر شعبية بينهم وفي يوم من الأيام أخبره صديقه الأكبر محمد بمغامرة رائعة يمكنهم القيام بها وقال محمد للجميع هناك كنز كبير ينتظرنا في الغابة ويجب أن نجل الطريق للوصول إليه نقطة أصدقاء علي لم يترددوا في الموافقة وبدأوا في التخطيط للمغامرة في اليوم التال كانوا جاهزين للخروج وكانوا يرتدون ملابسهم الجيدة وكانوا يحملون معهم الأدوات لزمة للمغامرة أخذوا خريطة وبوصلة وبعد أن طلبوا إذن من والديهم خرجوا من المنزل كانت الغابة مظلمة ومخيفة ولكنهم استمروا في السير بحثا عن الكنز وبعد ساعات من المشي وصلوا إلى باب كبير كان الباب يبدو قديما وثقيلا ولكن بفضل قوة الأصدقاء المشتركة تمكنوا من فتحه بعد فتح الباب وجدوا غرفة كبيرة مع العديد من الأشياء المختلفة وكان هناك لعاب وكتب ولكن لم يكن هناك أي كنز بعد بحث مطول وجدوا خريطة جديدة تدل على موقع الكنز الحقيقي أقرروا البحث عنه وأصلوا السير في الغابة ولكنهم وجدوا أنفسهم في موقف صعب من قبل بعض الحيوانات ولكي يستطيعون نروب القوى بكل شيء مع مفر هاربين عدها علم الجميع أنهم لم يعود لديهم خريطة ولا بوصلة ولم يكن لديهم أي فكرة على الطريق الذي يجب عليهم اتباعه وبالإضافة إلى ذلك بدى ظهام يتسلل ببطء في الغابة وكان الأمر مخيفا ومع ذلك لم يفقدوا الأمل وجلسوا معا وبدأوا في التفكير في الطريقة التي يمكن من خلالها العثور على الطريق وبعد ساعات من العمل الشق وجدوا أخير الطريق الصحيح عندما وصلوا إلى مكان الكنز وجدوا صندوقا كبيرا وكان الصندوق مغلقا بشدة ولكن بعد لضعة دقائق من المحاولات تمكنوا أخيرا من فتح الصندوق وبداخل الصندوق وجدوا كنزا كبيرا من الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة في هذا الوقت كانت أصدقاء سعداء ومستمتعين ولكنهم بدأوا في التفكير فيما يمكنهم فعله مع الكنز وقروا بيع الكنز والمساهمة في بناء مدرسة جديدة للأطفال في بلدتهم وبعد بضعة أشهر تم بناء المدرسة الجديدة ولم يكن أي طفل في البلدة بحاجة إلى الذهاب لمدرسة بعيدة وكانت المدرسة الجديدة تحتوي على كل شيء يحتاجه الطلاب بما في ذلك الكتب والأدوات المدرسية الحديثة وأصبحت البلدة أكثر حيوية ونشاطا بفضل للمدرسة الجديدة وأصبحت الأطفال يتلقون التعليم الذي يستحقونه وذكر علي وأصدقاء هذه الرحلة إلى الكنز كلما رأوا المدرسة الجديدة ويشعرون بالفخر والسعادة لما قدموا لبلدهم منذ ذلك الحين تم تسمية الأطفال البلدة إلى بلدة العلم والمغامرة وأصبح البلد معروفة في جميع انحاء البلاد لمنرستها الجديدة وأطفالها المغامرين والمدعين وفي كل عام يقوم أطفال البلدة بتنظيم رحلات إلى الغابة للاحتفال بالذكرة السنوية للكنز وللتذكير بأهمية التعليم والمغامرات في الحياة